كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة يوم الاثنين وفرصة لبعض الأمطار والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير يتوقع أن تسود أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة الليلة مع ارتفاع متوقع في نسب الرطوبة السطحية لترتفع فرص تشكل الضباب على بعض المرتفعات الجبلية العالية وخاصة المرتفعات الجنوبية بالإضافة للسهول الشرقية وتتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبياً بحيث تنخف الدرجات الحرارة وتصبح أدنى من معدلاتها المعتادة بعدة درجات مئوية لمثل هذا الوقت نلعب ويكون التقس متقلباً ما بين صحواً وغائماً جزئياً ولطيفاً في أغلب مناطق المملكة ويميل للبرودة في المرتفعات الجبلية مع احتمالية لهطول زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق تتركز في شمال المملكة ويتوقع أن تنخف الدرجات الحرارة الليلية وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق وتكون الصغرى في عمان والمدن الأردنية ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية وأقل من ذلك في القمم الجبلية المرتفعة نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب دمتم في أمان الله المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري